صادق اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بإصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كان ذلك بحضور وزير العدل لحقوق الإنسان البروفيسور أحمد محمد حسن ووزيرة الإعلام مادلين ألينغي الجلسة ترأس رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي محمود حسن سنبوء مزيد من التفاصيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التشادية التي مضى على إنشائها أكثر من أقدين من الزمن قطبت بعض المواد التي تحتويها لا تتماشى والوقت الراهن ذلك نسبة لاختلافها بمبادئ بارز الخاصة بالدراسة الدولية العالمية للأمم المتحدة من الجانب وكذا نسبة لعدم احتوائها قوانين تنظيمية تتعلق ببعض نشاطات اللجنة الدولية للتنسيق من جانب آخر لذلك فإن لجنة العلم وتكن الوجه المعالمات والاتصالات الحديثة وحقوق الإنسان والحرات للجميع الوطنية قد قدمت بمشروع قانون يقضي بإصلاع هذه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لذلك فقد سمحت المناسبة لبعض النواب بطرح أسئلة لوزير العدل حامل أخطام تتعلق ببعض المواد التي يراد إشراء تعديلات عليها منها مواد تتعلق بمهام اللجنة وأخرى بعملة التنظيم والتسير وكذا كيفية تعيين أعضائها هذا وبعد نجاب الوزير على مختلف الأسئلة فقد أرض رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي المشروع للتصويد عندها صوت النواب بنسبة 100% لصالح اعتماد المشروع الذي يختلف على المشروع السابق الشيء الجديد الأعضاء منتقبين هذا واحد لأن القدام كان معينين الشيء الثاني اللجنة الجديدة تكون عندها كل الفرص لأن عندها هرية وتعمل بكل هريات وبكل الشفافية إذن يبقى الآن فقط الإجراءات النهائية لتطبيق هذا المشروع على عرض الواقع لأنه قد اعتمد رسميا من قبل ممثلي الشعب ترجمة نانسي قنقر